تحديث جديد من اليوتيوب تحديث في تطبيق استوديو اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في فيديو النهاردة بنتعرف على تحديث جديد في تطبيق استوديو اليوتيوب تحديث بدأ يظهر عند ناس كتير وفي ناس لسه ما ظهرش عندها فشوف معايا علشان تعرف التحديث الجديد لما تفتح كده تطبيق استوديو اليوتيوب زي ما انت شايف كده التطبيق اللي انت بتشوف به كل إحصاءات قناتك وكل شيء ده الوضع القديم يعني ممكن يكون الوضع ده هو اللي عندك دلوقتي لو انت بظهرش عندك التحديث الجديد في ستوديو اليوتيوب هيكون ده الوضع اللي قدامك اللي انت شايفه ده بتلاقي عندك كده أسفل الصفحة لوحة البيانات المحتوى إحصاءات التعليقات تحقيق الربح لو انت ضغطت على التعليقات تحت أسفل الشاشة زي ما انتوا شايفين كده بيظهر قدامك التعليقات اللي هي موجودة على قناتك بهذا الشكل يعني أي تعليقات موجودة على فيديوهاتك بتظهر أمامك وطبعا فوق هنا في فلطرة تقدر ان انت تعمل فلطرة تشوف التعليقات اللي هي لم يرد عليها أي حاجة من ديت بتلاقي موجودة فوق في الفلطرة فوق عندك هنا البحث تعليقات تضمن أسئلة من عمليات شراء السوبر ثانكس المشتركون العلنيون يعني حالة الاشتراك في القناة تقدر تضغط على أي حاجة من الفلطرة اللي فوق دي وتشوف التعليقات على حسب الفلطرة اللي انت طبقتها مثلا عندك هنا حالة الرد لما تضغط هنا مثلا كده على اللي هي تم نشرها تشوف هنا اللي تم نشرها وتعليقات في انتظار المراجعة تقدر تضغط هنا وتختار التعليقات اللي هي لم أرد عليها عشان تشوف التعليقات اللي انت لسه لم ترد عليها كل الحاجات دي موجودة هنا في الفلطرة فوق ده الوضع اللي موجود حاليا أو الوضع القديم تعليقات سبق وقمت بالرد عليها تقدر تشوفها تقدر تضغط هنا على البحث وتكتب كلمات معينة يظهر قدامك التعليقات اللي هي بتتضمن هذه الكلمات تقدر ان انت تضغط هنا على عدد المشتركين في الفلترة هنا يظهر لك اختار عدد المشتركين معين بحيث ان التعليقات تظهر للقنوات اللي هي عندها عدد مشتركين انت محدده ولو ضغطت هنا على الفلترة اللي هي فوق ديت بيظهر لك هنا اللي هي الفلاتر اللي انت قمت بتطبيقها على التعليقات يعني اي فلاتر عملتها بتبدأ انها تظهر هنا في الفلاتر بالشكل ده كده ودهية الطريقة اللي هي موجودة القديمة يعني او ممكن تكون موجودة عندك دلوقتي لسه ما ظهرش التحديث عندك طب التحديث الجديد اللي ظهر عند معظم القنوات وهيبدأ يظهر عندك انت كمان في قناتك التحديث بقى اللي بدأ يظهر عند معظم القنوات الصراحة انا قناتي ما ظهرش عليها يعني تطبيق استوديو اليوتيوب عندي ما ظهرش عليه اتأكد ان انت عامل تحديث لتطبيق ستديو اليوتيوب تدخل كده على المتجر وتبدأ تكتب يوتيوب ستديو وتتأكد ان انت محدث التطبيق لو ظهر عندك كلمة فتح يبقى كده معنى كده ان هو تم تحديثه ولو ظهر كلمة تحديث ابدأ ان انت حدثه في حد ظهر عنده التحديث فبدأ ان هو عمل لي سكرين علشان ابدأ ان انا اعمل به الفيديو ده لان هو لسه ما ظهرش عندي في تطبيق ستديو اليوتيوب ده الشكل الجديد هيكون بالشكل ده كده هتلاقي تحت عندك هنا اللي هو لوحة البيانات ثم المحتوى إحصاءات ثم المنتدى بدأ يظهر هنا كلمة المنتدى وخليك معي عشان تعرف ايه المنتدى ده خلينا كده نضغط على كلمة المنتدى اللي تحت خالص في أسفل الشاشة يظهر قدامنا التعليقات بهذا الشكل طبعا الوجهة اتغيرت عندي هنا فوق مكتوب كده التعليقات 28 وبعد كده جنبها اللي هي المشاهدون الدائمون والتعليقات ظهرة زي ما انتوا شايفين كده لكن التعليقات اللي ظهرة دي حاليا اللي هي اخر 28 يوم خلينا كده نضغط على التعليقات اللي هي 28 يوم ونبدأ نشوف ايه اللي فيها بعد ما ضغطنا على التعليقات اخر 28 يوم ظهر لي زي ما انتوا شايفين كده في 7 ايام 28 يوم 90 يوم 365 يوم بيحدد لك هنا الوقت اللي انت او الفترة اللي انت عايز يشوف فيها التعليقات الموجودة على قناتك في خلال هذه الفترة 365 يوم زي ما انتم شايفين كده. فكده بيجيب لك التعليقات لفترة انت بتحددها. لو انت كده ركسة تلاقي تحت كده مكتوب انشاء منشور. شايفينها اللي تحت دي? تقدر ان انت تعمل منشور على منتدى قناتك من خلال انشاء منشور اللي ظهرها تحت ديت. يعني مش شرط انت يدخل على قناتك يدخل على المنتدى. ممكن تعمل منشور من هنا. من الضغط على انشاء منشور. لو احنا نزلنا لتحت خالص كده بقى في حاجة هنا كمان هي اللي هي ابرز المشاركين في المنتدى. الناس اللي هما بدأوا ان هما يعلقوا عندك اكثر ناس علاقوا عندك في اخر فترة. زي ما انتم شايفين كده بيجيب لك الناس اللي هما متميزين اللي هما بيعلقوا كتير عندك في خناتك. فانت تقدر ان انت تشوف من خلال ابرز المشاركين اللي هو اه يعني اكثر ناس اللي هما بيعلقوا في خناتك. بيجي لك كمان يكتب كده يقول لك ده علق باربعة وثلاثين تعليق؟ ده بست تعليقات. يعني بيكتب لك كمان الشخص ده علق بكم تعليق ودي ميزة اعتقد كويسة. اللي هو يجيب لك الناس اللي هي يعني بتتفعل معك اكثر نسف متفعلة معك في قناتك. يقول لك علق بكم تعليق في قناتك. ومكتوب عندك هنا عرض الكل. لو انت طغطت على العرض الكل دي بيجيب لك الفلترة يعني زي الشكل الاديم تقريبا. بيجيب لك التعليقات ههيت كلها وبيجيب لك فوق هنا بقت اللي هو الفلترة اللي عايز تطبقها على التعليقات زي ما احنا شرحنا كده في اول الفيديو تقدر ان تضغط على تم نشرها حالة الرد البحث يعني تعمل فلترة زي الوضع القديم بالضبط وزي ما انتم شايفين كده زي ما احنا قلنا لو انت ضغطت على انشاء منشور يبدأ ان هو ينقلك على منتدى القناة زي ما انتم شايفين كده بدأ ان هو ينقلك على المنتدى وتقدر ان انت تكتب منشور على المنتدى من خلال يعني ان هو ينقلك من تطبيق السيديو اليوتيوب مباشرة تقدم انت تكتب منشور هنا بدون ما انت تدخل لسة على تطبيق اليوتيوب وتبدأ تنتقل للمنتدى من خلال مباشرة وكمان عرض لك هنا اللي هو المشاهدون الدائمون زي ما اتو شايفين كده اللي هي فوق ديين. ودية طبعا هي التغييرات اللي اليوتيوب بدأ ان هو يعملها في تطبيق Стديو اليوتيوب بيغير من شكل ادارة قناتك من خلال تطبيق الصديو اليوتيوب. اكتب لنا في تعليقات هذا الفيديو هل انت شايف التحديث الجديد ده اللي هو التغيير في تطبيق السيديو اليوتيوب كويس ولا الشكل القديم كان افضل واكتب لنا هل ظهر عندك التحديث الجديد ولا لسه خليني انوى عن شيء ان اي حاجة احنا بنستخدمها يعني مثلا تطبيق زي تطبيق السيديو اليوتيوب احنا متعودين على شكل معين احنا بنشوفه بندير قناتنا بشكل معين احنا متعودين عليه فلما بيحصل تحديث جديد فبيكون بالنسبة لك يعني حاجة غريبة بالنسبة لك شوية فبتاخد وقت شوية علشان انت تتعود على الشكل الجديد ده فممكن يكون التحديث الجديد ده في تطبيق السيديو اليوتيوب كويس بان انت بتقدر تعمل فلترة بشكل معين والشكل تغير فممكن يكون كويس ولكن انت لسه لم تتعود عليه لما تتعود عليه تبدأ ان انت ممكن تقول ان هو احسن اصلا من الشكل القديم ننتظر رأيكم في تعليقات هذا الفيديو خلينا اقول لك ان اليوتيوب من وقت الاخر بيبدأ ان هو يحدث في تطبيق السيديو اليوتيوب بيضيف لك مزايا بيحط حاجات بيغير في الشكل علشان يخليك ان انت تدير قناتك من مكان واحد تطبيق استيديو اليوتيوب حاليا فيه تقدر ان انت تعمل ادارة كاملة لقناتك على اليوتيوب بدون من ان انت تدخل على تطبيق اليوتيوب نفسه او ان انت تدخل على اللي هو جوجل كروه مع المتصفح يعني بيحاول ان هو يعمل لك كل حاجة هنا ويضيف لك كل شيء هنا في تطبيق استيديو اليوتيوب أهم الفيديوهات التي تفيدك من انشاء محتوى موجودة في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو مع السلامة